بسم الله هلو ايفري اول يعطيكم العافية شباب طبعا اليوم اليوم اللي تقريبا كل لعيبة الافي اس قاعدين يستنوه لعبة باتلفيلد الفين واثين واثين واربعين اخيرا البيت المغلقة طبعا البيت المغلقة راح احكي لكم على السريع عنها اللي هي انه راح تكون بس اللي عاملين بري اوردر للعبة فقط لا غير في اي نسخة من النسخ اللي نزلت اللي هي الجولد والستاندرد والالتيمت راح تقدر تلعبها اما الباقي اللي راح يلعبوا اللعبة راح يكونوا بهي بالنسخة من العادي المش طالبين اللعبة اللي بدهم بس يجربوا البيت قبل ما يشتروا اللعبة فرح تكون من تاريخ ثمانية لعشرة معهم يومين يجربوا اللعبة بس اوكي طيب بالبداية راح احكي لكم كم شغلة كثير مهمة عن اللعبة وعن تجربتي قبل ما ابدأ شرح عن القوائم وكذا والشغلات اللي راح تشوفوها بالبداية اللعبة كهير واجهت فيها بعض يعني مش كثير قلنا يكون صريح بعض المشاكل التقنية من ناحية خصوصا البينغ لانه راح يدخلك ممكن سيرفر احيانا ما الا علاقة في المنطقة اللي انت فيها وحيانا راح يدخلك سيرفر كثير رائع بالنسبة ليكون بينغك 40 50 وحيانا 200 و300 تعرفوا البيت احيانا كثير خربطة بصير فيها على كل حال من ناحية الجرافيكس من ناحية الكنترولز من ناحية الجيم بلاي من ناحية الشغلات هاي كلها بيرفكت اللعب ما فيه اي غلط ولكن ممكن من بين جيمين 3 الى 4 يطلع لك جيم واحد فيه دروب فريم او يطلع لك فيه شوية مشاكل تقنية داخل اللعبة ولكن قلتشات قوية او اشياء غلط مثلا ما واجهت لحد الان بس قلتلكم مشاكل عبارة عن يعني كيف اقول لك دروب فريم مثلا هي اكثر شغلة واجهتني في اكثر من جيم بس مش دائما يعني انو قلتلك من بين كل جيمين 3 انا رابت كثير صراحة من كل جيمين 3 الى 4 ممكن يطلع لك جيم واحد فقط لا غير بس كاجواء كمناخ كلعب كميونيتي اسلحة تعديل طريقة اشي مش طبيعي ما راح قدره اصفلكم صدقا يعني بتلفيلد استنين عليها من 7 سنين بتلفيلد 1 و بتلفيلد في وكان فيه كثير يعني خياب الظنون لاعبينها ولكن مع ذلك اللعبة ابدعت في هذا الجزء صدقا يعني انتو راح تشوفوا راح تقول لكم انا في الفيديو الجاي راح ينزل بعده مباشرة بعد الفيديوهات راح تقول لكم جيم بلاي كان فيه ليتل بيرد الهالكوبتر وكان 85 كل جبت فيه كان رائع الجيم بس طبعا انا الصراحة ابدالكم شرح عن القوائم شرح عن كل شيء طيب بالبداية انا سويت كم شغلة بالسيتنجز trayه اللي بالجنرال غيرت الفيلد اوف فيو ايوا صويت الفيلد فيو انا صحه لكل نسوي اوك؟ وغير الفيلد اوف فيو سويت اللي هو القيادة في الطيارات والسيارات أو الدبابات عموما ليش؟ لأنه حاطينها بالتقنية جديدة رح تخربطك أنت إذا تلعبت الفيلت ثري أو فور أو في أو ون هم مختلف تماما فأنت تروح تعدله راح أحكي لكم من وين هس هو راح أحط لكم ياهوس أفوت الجيم وكذا وأفرجيكم اللقطات من وين راح تسوها على كل حال من ناحية مركبات اللعبة جدا رائعة بس في مشاكل مثلا عندك الجيت بطيء جدا تحس تحكمه غريب يعني تحسه مش بيت الفيل تحس إشي غريب جدا في اللعبة أما الفايبر أو الليتل بيرد أحسن من أول عشر أضعاف تقريبا يعني أنا لحد الآن شوف بأقول لك تقييمي لللعبة يعني من ثمانية لتسعة ونص من عشرة صدقا بس هي المشاكل قلت لك يعني مشاكل بسيطة ممكن أنها تنحل مش إشي كبير أوكي فعلى كل حال يعني الطيارات والهليكوبترات والسيارات جميلة ولكن بس هي الطيارات الجيت فيها مشكلة الكنترول فيها غريب جديدة تحسوا على اللعب يعني لاعب الكوميونيتي تعبت الفيلد اللي لعبها من 2011 و2010 وقبل وقبل تحس إنه شو هاد إشي غريب علي أنا أول مرة أجرب الشغلة هاي أعلمين كيف فيه فيه أشياء حلوة وفيه أشياء يعني ها شوي ممكن تغيي بالظن خفيف بس توقع رح يعدلوها ما رح تظل زي هيك أنا ما رح أطول عليكم كثير رح أشرح لكم كل شيء في صور سريعة بعدين أدخلكم على الجيم خلينا نروح طبعا بالنسبة للقوائم إذا بدك تفوت إنت بدك تعمل سيرتش على جيم القوائم جدا حلوة وبتتغير هون أظن ما رح تتغير في اللقطة هاي بس رح أفرجيكم كيف تتغير بس بظل دور حوالين اللعب حلو يعني إنت بتستنى السيرتش بيسوي لك فيند ماتش أو كذا بتلاحظ القائمة جدا حلوة يعني إشي جديد فاهمين كيف يعني بتحس إلو طريقة معينة أنا بصراحة جدا عجبتني ما بعرف إنتوا كيفية رح تعجيكم ولا لا بس هي طريقتها عموما حلوة بصراحة أما بالنسبة لللودينج سكرين طبعا لودينج سكرين نفس الأجزاء السابقة على إشي محسن بطريقة حلوة عفوا طيب عموما لما تدخل على الشاشة بداية الجيم رح تكون نفس بتلفيلد فيب يعني بطريقة متشابهة كثير بس الإضافة عليها مثلا عندك الإيجنت خلنا شرح لكم بسريع ريهم الإيجنت أربعة هم وراح يتزايدو بس كل واحد إلو أخصائي أخشي معين عفوا إنك تلعب فيه حس الإيجنت مثلا أنا رح أخذ أسولت الأسولت هذا الإيجنت المعين عنده إشي اسمه هوك إنه يرفع وديه مما بده بعد ما إنك تأخذ الإيجنت رح يعطوك لياوت تختار أربعة لياوت هم أسولت ميدك إنجينير و سنايبر أنت شو تحب تلعب يلعب يكون جاهز فيه الأشياء مثلا أنا اخترت أسولت بعد ما أختار أسولت مثل ما هيطلع عندك على الشاشة هسا بإمكانك تختار نوع سلاح الأسولت يعني مثلا اخترت أنت لياوت الأسولت بتقدر تلعب مثلا بسلاح إنجينير بس بيضل عندك لياوت الأسولت فأنتوا علي كيف؟ بهاي الطريقة فطريقة كثير حلوة طبعا هاي بس البيتة يعني أنتم ما في إشي ما رح يكون أشياء كثيرة موجودة مبدئيا طبعا على كل حال كثير متشابه ببتلفيلد في بس على طريقة أحلى أرتب يعني مثلا حاط لك فوق الهلكوبتر والطيارة واحد واثنين الاثنين إنه بس اثنين رح يقدروا يأخذوا واحد يأخذ طيارة والثان يأخذ هلكوبتر أو ثان يأخذ طيارة ثان يأخذ هلكوبتر بس بهاي الطريقة فأنتوا كيف؟ مش اثنين باثنين مثلا لا يعني طريقة كثير حلوة كانت صراحة بس فيها تحس إنه الأسرع أنا هاي الطريقة نرفزتني يعني أنا بتذكر على أيام باتلفيلد 3 و 4 كانت كثير أرتب إنك لما تأخذ الطيارة أو لما تلعب سيارة الدبابة عفوا فما بعرف شو رأيكم أنتوا فيها أنا برأيي بصراحة لازم تتحسن هاي الشغلة لأنه فيها مشاكل كثيرة على كل حال في نقطة مهمة ذكرتكم فيها بدي أذكركم فيها حكيت عنها بداية الفيديو اللي هي الهليكوبتر وقيادة المركبات عموما راح تواجهوا صعوبة كثير في البداية لأنه راح تكون مختلفة تماما ففي طريقة راح أعطيكم إياها من السيتينغز هم حاطيها اللعبة عشان تلعب كأنك بتلعب باتلفيلد V أو باتلفيلد 3 بالهلكوبتر أو باتلفيلد 4 تمام خليني أفرجكم الطريقة على السرية طبعا على السرية أنت تدخل على كنترولر تمام بالأبشن تضغط ستارت مرتين تروع على فيكيلز راح يكون عندك انفيرد V كلوك الأولى هاي للدبابات والسيارات والمركبات وعندك ثانية بكلمة بايلوت تحتها انفيرد حطها انت هيك بتكون أمورك 100% برجع عندك الوضع فل اوبشن يعني كثير شغلة سهلة بس أنا ليش حكيت لك اعمل هيك يعني مثلا انت لو عملت هاي الحركة راح يكون لما تطلع بالسهم فوق الهلكوبتر حتنزل لتحت أكيد فهمتوا علي طريقة هاي الغبية أنا ما بحبها نفس أيام التيفي سلاح التيفي اللي كان بالهلكوبتر صاروخ تيفي عفون هيك النظام راح تكون الهلكوبتر بح تكون كثير صعب على اللي مش متعود فلا انت رجعها نفس أول عشان ترتاح وتعرف تلعب فيها وبس الشغلة كثير سهلة طيب خلينا حكي لكم هيك نبذة سريعة عن اللعبة مع فيديو خفيفة عن القيبلي اللي انتم تحضروه المشاكل الأغلب أتوقع اللي واجهوها مش أتوقع أنا متأكد طبعا اللي هي مشكلة البينغ والتأخير انو مثلا انت ممكن تطلق على اللاعب بس راح يوصلوا متأخر شوي وممكن ما يموت ممكن هو يذبحك قبل ما انت تذبحوا فهمتوا كيف طبعا أنا هون لسه بتجرب يعني ما كنت عارف صراحة هون فيه اختلاف كبير كبير بين الأجزاء السابقة بس قيادة المركبات قريبة من بات الفيلد ثريب بشكل رهيب إلا الطيارة طيارة بحد الآن أنا مستغرب كثير غريبة وكثير صعبة انتوا راح تشوفوا يعني بس انو عموما الفايبر نفسي ثري تقريبا ثير حلوة المباني يعني شكل رهيب تدميرها وطبعا بالنهاية كله بيتها لسه يعني ما راح تشوفوا هالاشي الواو فيها فهمتوا كيف طلعوا كيف هاي اكبر مثال انها بيت يعني فعلى كل حال الماب جدا واسعة معطيني الطيارة عموما ما اخذ راحته في الماب بيقدر روح وينما بده الطيار وعنده خصوصا يدرك بالجت عنده مساحة جدا ضخمة انو يبعد هيك تحركات اللاعب كثير سريعة وسليسة راح افرجيكم طبعا التعديل الطريقة تعديل الاسلحة كثير حلوة وانت في الجيم بلاي نفسه داخل في الفايت ممكن تعدل اسلاحك عادي يعني في اشياء في اشياء جديدة كثير حلوة بدها وقت نتعلم عليها راح اشرح لكم اياها انا طبعا حبا حبا بالفيديو هذا بس على كل حال انا الاشي الوحيد اللي ما عجبني شغلة السيرفرات يعني سيرفرات متعبة شوي بصراحة فيها فيها مشاكل بدها حل لازم تنحل طبعا الانتي اير هون نفس اي ام في فما راح اقدر اشعلكو اكثر من هيك اشي بجلط صراحة انتي اير عبادة عند بابة هي بس كثير مؤذية كثير مش شوي و يعني مش راح اشرحلكو اكثر انتو عارفين شد اقول لكم بصراحة وبالنسبة لانك لما تقتل حدا في الجيم اول ما نزة الالفة ما كانت موجودة يطلع لك اسمه او كذا هون حطيها بس طلعوا كيف يعني بشكل غريب حلو بس انو يعني ما بعرف ما فيه اشي هيك فاضي فهمتوا كيف تحسوه فارغ ما فيه هالاشي الواو بس انا عجبني عموما يعني هاي طبعا الشاي فيها الكف اذا انت مثلا كنت تطلق على واحد طلالك صورة الكف هاي السابورت انك انت اسست فهمت كيف ساعدتي مكفي اذا طلالك الجمجمة مثل ما احنا متعودين يعني من في بطلع لك صورة جمجمة واسمه تحته واذا جبتوا هيتشوت راح يطلع لك صورتك جمجمة لونها احمر وتقدر طبعا تغير انت من الكروس هير تقدر تغير الالوان تغير بدكية من السيتنغ ستروع لكروس هير وتغير فالشغلة سهلة فبس هي هاي شغلة تلك يعني ما بعرف لما فيها فيها مشاكل حسيت انو اكيد راح يغيروها اظن في الفول جيم بلاي بس انو غيك فاضية تحسها بس حطيلك صورة هيكل عظمي وتحته اسم طريقة غريبة يعني غيروها شوي حطوا دائرة حطوا كذا لون معين تحسوا مستنقصين وحطوا لكوش فيها ما بعرف طبعا بالنسبة لنهاية القيم متشافة ببتلفيلد في بس انو على اشي احلى شوي اي موجودة معروفة ومألوفة في بتلفيد ولعبتها راح يعرفوا ونسبة توزيع الـ xp هون في اللعبة كثير حلو رجعوا ايام بتلفيلد 3 وفور اللي هي الريبن الريبن عفوا بوزعوها بطريقة حلوة احنا كنا كلعبين بتلفيلد زمان كنا نحب الريبن يعني انت شو عملت في الجيم بعطوك عليها الميدالية تاعتك هاي والدوكتاكز والشغلات هاي كثير حلوة فيعني لحد الان انا بقيت لكم تقييمة للعبة من ثمانية لتسعة ونص صدقا اللعبة فوق التوقعات انا كثير عجبتني اللهي مش شغلت انو والله انو اللعبة لانو انا احبها وبتلفيلد وي ايه لا لا بالعكس شركتي ايه اكثر شركة اساس انتضحك عن الناس بس عموما انا كلعبة بتلفيلد لحد الان الفين وثين واربعين لعبة رائعة ما عليها اعتب طيب بالنسبة للاسلحة ولا التاتشمنز حكيت لكم اراح شرح لكم عنها هي فيها طريقة بدك تركز فيها شوي يعني مثلا راح انت طبعا مباشرة بدك مثلا انت في الجيم بدك تعدل على اسلاحك على السريع راح تظلك يهولد الوان بالبلاي ستشن فايف ضلق ضغط الوان هسا هون الترتيبة اشرح لكم اياها على السريع كل اشي مرتب هون حسب كبسات الايد كيف يعني المثلث راح تقدر تتغير السكوبس الموجودين عندك بالدائرة راح تغير المجازين بالاكس راح تغير المسكات والقريب بالمربع راح تغير شو ينحط ليزر اتاتش اشياء امامية فهمتوا كيف بهاي الطريقة بس يعني المثلث بغير اللي فوق الاو بتغير العليمين الاكس بتغير اللي تحت المربع بغير العشمال نفس نظام الايد بالضبط طبعا بالنسبة للريفايف نفس شغلة فيه انه يطول اذا ما كنت مدك اذا كنت مدك على السريع فالشغلة سهلة وحلوة وبهيك الطريقة بتحسها انه نطوروها فهمتوا كيف اما بالنسبة للبراشوت ابدعوا فيه لانه صدقا فيه كان سيء لدرجة يعني ما حتى يارف اللي يجربوا هون حطوا فيه تاكتكس كثير حلوة وجديدة تطلع سلاحك تخبس سلاحك تفتح البراشوت تسكره ترد معطينك اولويتك في اللعبة تعمل شو ما بدك كثير حلو البراشوت وطبعا بالنسبة للسلايد اللي شفتوها هسا السلايد في اللعبة بده تعديل مية بالمية فيه مشاكل يعني سلايد تحس انه قاعد تلعب كرة تسلم مش بتل فيلد تحسوا غرط السلايد فيه مشاكل فهمتوا كيف فما بعرف فهي بس شفكرة انه يبطؤوا شوي او يزبطوه ما بعرف بالضبط شو ترتيب السلايد فأعتقد كله بالفول جيم راح يتعدل راح يتغير ما راح يضل زي ما هو ما اظن يعني يعني صراحة السلايد كثير سريع يعني تحس انه فيه غلط في الجيم تحس اللعبة غريبة في متكيب فما بعرف بالنسبة طبعا لما تموت صارت اسرع انك تظلك ضغط اكس بثانية تقريبا خلص بتروح على الودينج سكرين ما بخلوك تستنى نفس ايام ذي بتطول كثير فالشغلة بسيطة يعني عادي مش هالاشي الكثير باقي ما باقي الاشياء اللي ضلت يعني ما بدها الشرح كبير مجرد انه حكيتلكم مشكلة البنك كانت راح تواجه اغلبكم يعني انت لو دخلت بارتي مع صحابك ممكن صحابك كونه اربعين انت ميتين البنك عندك حسب انت وينساكن وحسب شو السيرفر اللي انت شبكوك عليه فما اعرف شسب المشاكل هاي صراحة يعني مشاكل تقنية من عندهم نفسهم مش من التأكل لا تفكر فالشغلة بسيطة راح تكون وان شاء الله انه مع الايام يحلوها ومعنى احنا اكثر من اربعة ايام اتوقع ان نلعب اللعبة طبعا بالنسبة للسكور بورد والشغلات هاي زي ما طلع عندكم بتثبت على الابشن كبسة الابشن على ايد البليستيشن بتطلع لك شو انت الاسكور تاعك اللي معك بالتيم اللي معك بالسكواد وباقي السكوادات وبطلع لك توتل كيلز بالسكواد تاعك ماندوغ احنا سكواد كان اسمه تاعنا ماندوغ كان توتل كيلز تاعنا 28 سووها زي وارزون الناحية الكم كيل بسكواد انت جايب توتل كيلز بالسكواد وبطلع لك كم ضد كم يعني اربعة وستين ضد ستين كنا طبعا بعدين بدك تفوت على زي ما مبين عندك كامل البورد تاع العيبة عشان تعرف اذا فيه بوتس بالجيم ولا لا تروع على سكواد اند بلايرز وبتدور بتشوف اذا في واحد له اسم بس ما في ايد جنبو او ايد اكس بوكس او جهاز بي سي هذا بوت زي ما كان مبين عندكم بس فسهلة الشغلة وكان بالجيم كله انا من الجيمات اللي لابتم طلعي معي بوت واحد او بوتين مش اكثر فكانت كثير سهلة الشغلة وحلوة وما اعرف اذا واجهت البوت ولا لا بس هي يعني ما اظن راح تواجه بوتات كثير فترة هاي ولا الفترة الجاي اذا العبي ظلت على نفس المستوى هذا حتى تحسنت ما اعتقدر اتواجه بوتات ابدا ويمكن فيه من الستنجز كبس ان اكتغل البوتات والله اعلم طبعا انا لهون اليوم مش اليوم لهون في هذا الفيديو بدي انهي بناحية شرح علشان راح احطلكم game play بعده وراح اشوف اذا في اشي ثاني بده شرح راح اشرحلكم ياه على السريع لانه صراحة ما في قوائم ما في اشي فبدي احط لكم game play راح انزله جبت فيه 85 كيل كانت كثير حلو الجيم بلاي راح اشوفوه راح يعجبكم في الهلكوبتر الصغيرة طبعا مافي انك تعدل الهلكوبتر كذا حاليا يعني لانه بيته فحطيلك اشياء معينة فقط فأتمنى ان الفيديو هذا يعجبكم والفيديو اللي بعده رح يعجبكم ان شاء الله خليكم معنا الله يعطيكم الف عافية ان شاء الله ان هاي اللعبة تكون مثل ما توقعته السلام عليكم